اشتركوا في القناة واللي بحس حالو معني بأجودتها بيقدر يرد عبر برنامجنا بأي وقت كون حق الرد محفوظ للجميع وهلأ منبدأ مع تقرير خاص قبل ما نستقبل ضيفتنا والبداية مع تقرير خاص من برامج من برنامجنا عفوا كتير من الأسماء بعدة مجالات شهرتهم مقتصرت عليهم بل على أخواتهم كمان فكانوا إيد وحدة رغم المنافسة بيناتهم بكل روح رياضية تقريرنا لليوم عنوانه مش بس أخوية بالبيت كمان بالشغل هيام أبو شديد الاسم اللي برز بتقديم برنامج ستوديو الفن للراحل سمو أسمار شاركت أيضا ببطولة الكتير من المسلسلات وأثبتت احترافية عالية بتجزيد الشخصيات لأمر نفسه بينسحب على شائقتها نغم أبو شديد ولكن مع فرق بسيط هو أنه نغم ما خاضي التجربة تقديم البرامج النجم اللبناني العربي وليد توفي أبدع بالغناء والتلحين وأيضا بالتمثيل وصار علامة فرقة مش بس بلبنان كمان بالدول العربية خصوصا بمصر شائقه توفيق توفيق مش بس هو شائقه بالغناء ولكن أيضا بالتمثيل وهو أصلا كان بدأ مسيرته الفنية موسيقى ضمن فرقة شقيقه وليد توفيق ولكن ببداية التسعينات استقل بنفسه وقرر دخول الفن مطربا وممثلا جوج غانم 43 سنة من العمل المحترف بمجال الإعلام كانت الناس تنطر مقدماته بنشط أخبار الـ LBC عدا عن الوثائقيات الدقيقة والمفعمة بالمعلومات والوقائع اللي أعدها وقدمها شائقه أيضا بمجال الإعلام هو مارسيل غانم اللي بدأ مشواره بأواخر الثمانينات بإزاعة لبنان الحر كمالها بالـ C3 مرورا بالـ LBC وصولا لليوم للأمثيل ومع الزميلة دولي غانم زوجة جورج غانم أطلق أو أطلق عليهم الثلاثة الثلاثة الغانم الفنين موفق وشائقه عازف الكمين الفنين حكم الحكيم اللي ما بيتذكرون هني موفق وحكم الحكيم من الفنينين اللي لمعوا بأغنياتهم وارتبطت أعمالهم بأهم الشعراء والملحنين والموزعين حضورهم كتوأم شكل حين حالة فنية جذبة جمهور كبير لينضموا إلى قافلة الفنينين ويبرزوا على صعيد لبنان والعالم العربي وصدقا هلأ ما بعرف شي عنهم أو أنهم لازم نسأل عن موفق وحكم الحكيم ومن وجه لهم تحيتنا الفنيني مشلين خليفة مش بس انشهرت مع شقيقة وحدة معها بالعيلة ولكن مع اتنين هني مهاريم ومي بيلونة ورغم التفاوت بشهرة الثلاثة ولكن جميعهم بيملكوا أصوات مميزة جدا وخامة قوية جعلتهم يغنوا لكبار الشعراء والملحنين باللبنان والعالم العربي وهلأ صار بالوقت نستقبل ضيفتنا من السلطة الرابعة الصحفية والإزائية والممثلة باتريسيا أسيس مساء الخير مساء النور كيفك؟ أنا منيحة أنتو كيف؟ اشتقنا لك تانكيو هلأ بنا نحكي عده اشتقنا لك بالدراما خاصة أنا اشتقت كمان شوي اشتقت ببداية الحلقة أو ببداية لقاءنا شو الموضوع اللي حبي تفشي خليك في تحكي عمنا؟ بما أنو اشتقنا لبعض بالدراما عبيل أحكي شوي كارين عن يعني ليش نحنا ببطولات مسلسلاتنا دايما في مقاومات معينة للبطلة مقاومات جميلية عم بحكي يعني ليش لما بدنا نحكي عن بطلة مسلسل بدأت تكون بطول معين بعيون معينين شفاف معينين سنين مصفوفين ليش ولا مرة نحنا منقدر نشوف بطلة بمسلسلاتنا مثلا يكون عندها إعاقة جسدية أو تكون بتعاني من مشكلة معينة بالشكل يمكن أوفر ضعيفة يمكن أوفر ناصحة أنه ليه دايما مع كامل احترامة لكل ملكات الجمال يلي نجحوا ويلي حدا منهم أنا كتير بحبها شخصيا ويلي هي ندينا سيبنجيم نجحت وصارت من أبرز الممثلات لبنانيا يعني بلبنان وعربيا ونجحت بشكل كتير كبير بس في كتير ناس كمان بيطلع لهم أنه يمكن ما عندهم هالمقاومات ولا عرضات أزياء ولا هالأد حلوين أنهم يكونوا بطلات بمسلسلاتنا بعدين الشخص بيعمل ايدنتفيكيشن مع اللي عم بيشوفهم على الشاشة يعني بيحس بيسير يحس أنه هالناس تشبههم صحيح يعني بتشبه الحالات اللي موجودة ببيوتنا صحيح مش كل العالم متر وخمسة وسبعين وجميلات وضعاف وحلوين في كتار هلأ كلنا بنعرف كارين أنه الكاميرا بده هيك يعني حد قدنا بس كمان نحنا إذا بننزل على الشارع في كتير ناس عندهم كتير قصص يمكن هن بحياتهم محطوا ميك أب على وجههم يعني ما علي إذا منضوي شوي على هول الموضوع حبيت أحكي بهذا الموضوع لأنه نحنا بحاجة نشوف مسلسلات أقرب لإلنا بلشنا ودايما في استثناءات أكيد ولازم نضوي عليها بس هيك موضوع الجمال بالنسبة ليمكن شركات الإنتاج أخذ كتير من وقتنا بلكن المنتجين المنتجين بيقولولك إذا ما في صبية حلوة يمكن ما بيبيع المسلسل بس هذا الشي مش مزبوط لأنه لما بيكون عمل كامل متكامل أكيد بدو يبيع أكيد طب عطيني اسم ممثلة جميلة جدا بس ما بتعرف تمثل أو لا لا ما بتزبط معي أنا ما كتير بسمي كارين مش ما بسمي لأنه ما بحق يعني أنا مني بموقع أحكي على حدا أو أعطي رأيي بحدا أنت حلوة بس ما بتعرف تمثلي يمكن اللي ما بيعرف يمثل بالنسبة لإلي وإليك يكون لكتار من الناس الإيدال مشان هيك أنا بتجنب أعطي أسمي طيب بس مش يعني ما فيه دراما العربية أوكي دراما العربية المشتركة اللبنانية أغنت الدراما برأيك ولا رجعت الدراما اللبنانية البحثة لا ما فينا نقول رجعت لازم نعرف كتير منيح لما نحنا عنا شركات إنتاج لبنانية مع كل شي ما رأنا فيه باللبنان وخاصة ضائقة الاقتصادية اللي هلأ عم نمرق فيها قديش بتأثر على إنتاجاتنا مشان هيك ما لازم نمسك السكين ونبلش نقطش روح فعينة لحدا نقشى حكي عن الإنتاجات اللبنانية ما لي ما فينا يعني ما فينا هيدا الشخص اللي عنده هالأد باجت وعم بيجرب وعم يقتل حاله لا يعمل شي وهيدا الشخص عم بيشغل كتار من الناس اللي قاعدين كانوا ببيوتهم ما لي لا بدنا نقديله التحية لو أنه يمكن الإنتاجات مش على قد المستوى الإنتاجات المشتركة أو الإنتاجات العربية بس ما فينا نتجاهل هيدا الموضوع لأ بدنا نقله ميرسي من أن المنتجين اللي بتقليلون ميرسي اللبنانية كل حدا عم بيجرب يعمل شي بهيدا الأوضاع الاقتصادية كل شخص يعني مروح لو أمل حالها اللي معلوم كلهم أوكي طبعا شو رأيك باللي صار مع سينتا سينتا كرام بدورة بمسلسل بكير هجموا عليها صح أنه تجا عيدك كتير يمكن فشت خلق كانت من وراء موضوع سينتيا لأنه استفزنا كتير أنه نحن ليه ما فينا نطلع بمسلسلاتنا بلا ميكوب بتوع الممثل في الميكوب ما بدأ أرجع فوت بهولة حتى تشوف قد صرنا برمجين صح بالعين أنه ما فيها تشوف شي تعرفي ليه لأنه هولة الفيلترز على السوشيل ميديا هلا كدني يعني أنت مثلا هلا بتطلع حتى بالتينيجرز ما بيطلعوا بصورة بلا فيلتر تعرفي في حدا كتير مهضوم كتب على تويتر تويت عن الفيلتر الخفف وفيلتر عم نروح مشوير على الفاضي يعني عم بروح يشوف الشخص غير اللي بيشوفه مية بالمية على السوشيل ميديا بس سنتيا ممثلة شاطرة صبية موهوبة جدا سنتيا موهوبة يعني أكتر من كتار أخذوا حقهم بكتير من المسلسلات وأخذوا أكتر من حقهم خلينا أولى ما عليه وسنتيا كانت قادة بالبيت سنتيا جت الفرصة هلا وبهيدا الدور أنا بيعتبر أنه سنتيا عم تعمل شي كتير قليل اللي عملوه قبله يعني مش من ما كان بيسترجي يطلع بالميكب يمكن بنعدوا على قصبية الإيد الوحدة اللي عم تعملوا سنتيا نسي الشكل الدور بده هيدا الشكل وسنتيا كان عندها جرأة عن جد برافو سنتيا بس كمان أداء التمثيل رائع والنص كتير حلو والإخراج طبعا سامير حبشة يعني طبعا من نوجه تحية لكلوديا ولكل المثلين وأصلا أنت بس تحضر مثلا شي على نتفلكس بتشوفي لما يفوتوا بتشوفي كل الريد طبعا المثلين يعني ما فيك كمان تكوني مثل البلاة طبعا بتمثل ما بعودة بيين إكسبرسيوني ما في تعبير وجه ما في تعبير وجه نوجه تحية كبيرة لك سنتيا ما اشتقتلها الكاميرا اشتقتلها أكيد ما حدا ما بيشتقلها الكاميرا اللي معود على الكاميرا ما في شي هيك بيشفيله غليله إلا الكاميرا أنا بقلها تحس حالي عايشة قدامها ما هيك تحس حالك عم تتنفس وقد ما تكنز علانة أو مرأة بظروف صعبة لو أنت صرت قدام الكاميرا خلص حياة تانية اشتقتلها الكاميرا أصدق دراما نعم غبت فترة طويلة كارين كان الغيابة أنا مقررته لما قررت أرجع بتعرفي لما بتغيب وأكيد مرأت فيها بتحس الرجعة شوي صعبة يعني ما فيك ترجع كيف ما كان أول شي لأنه مسئولية لأنني كغبت بمطرح معين ما بديك ترجع إلى ورا ويمكن النضج بيخليك ما بقت تنقش وما كان مزبوط فالرجعة صعبة كتير عبالة نعرض علي كم شغلة شحالك نعرض علي مدرقة دا مثل هول اللي ريت ومع جبني لا كم شغلة ما كانوا مثل ما أنا بدي أرجع مشين هيك أعتذرت بس ممكن يكون في مشروع قريب الإزاعة كيف؟ إزاعة بتجنن إكسبرينس رائعة تفاعل مباشر مع الناس بيخليك تعيش بأداء تفاصيل الحياة اليومية غير طبعا فقراتك السابتة اللي بتشتغل عليها أكيد قدي تغيرت الدنيا بعد كورونا باتريسا قديش نضجنا كتير وبعد هاي الكيرسي اللي عم نمرق فيها طبعا كتير أولوياتنا كلها تغيرت بابق عنا أنرجي على السخافة كان قبل عنا طاقة بعد على السخافة هلأ بابق عنا صح كارين كورونا غيرت علمتنا وعلمت فينا يعني الجروح اللي عملتهم بحياتنا من فئة الناس أو يمكن اللي مرأ بمرض كتير صعب وطلع منه فما فينا نقول أنه ما علمت فينا وعلمتنا بس أنا بقول أنه بمحل معين يمكن كنا بحاجة نحنا لهيدا الكف ياريت علمنا شوف شو عم بيصير ياريت أنت بنته لنقيب جون أسيس طبعا الممثل المخضر من من جهله تحية كتير كبيرة أول شيء أنه أنت بنجا أسيس أديش تغلت لتفصلك كتير لك هو كمان بمحل من المحلات كان أساسي بهيدا الموضوع يعني هو كان يمكن بمحلات كتير يقولوله ترحلنا أسامي ممثلات ولا مرة يترحل أسامي باتريسيا كنت أزعل بس بعدين اكتشفت أنه معه يعني يجوا أصحابه مخرجين أو كتاب يكونوا عنا بالبيت أنه مش الحق علينا بيك ما قال اسمي اضحك أنا أقوله بعرف نوي والاسمي هلأ هو كمان بيعرف يمكن الأوقات اللي أنا كنت فيها براة لبنان أو كنت مشغولة أو بفترة الأمومة كمان هاي أكتر فترة أنا بعادت فيها وعنده من نفسه كتير كتير على هذا الشي بدل أنه عنده من نفسه كتير لا أنا بنتي أنتو بتكونيها أنا مبحث اسمها أنتو طبعا يعني جون أسيس داعم ومسئولية يعني اسمه مسئولية أكيد على كتابة بتحس أنه والديك نعطى حقه بلبنان لا 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 لكن جون أسيس مش بس أنا لأنه بنته يلي بيعرفه منيح بيعرف كتير منيح مين وشو وقد عطل النقابة وبرده وبرده في كتار بلا وفا اشتغل كتير جون للنقابة واشتغل كتير للمسلين ووقف كتير حدهم وقعد هو بلا شغل لأنه كان يتخانق مع كتار لأنه عم بدافع عن حقوق الممثلين وآخر شي يطلع هو يروحي أدمام المستشفى للمسلين واللي ما عندهم حدا يعني أنا شاهدة على هيدا الموضوع لكن هو طبعه هيك يعني جون أسيس انسى أنه هو بي هو حدا طيب إذا عرف حدا مريض بيركد بيعرفه ما بيعرفه فكيف لما كان مسئول يعني هو هلأ منه نقيب وبعده بيركد نفس الركض ما نشوف أولادك وعينين كتير على السوشال ميديا الحمد لله هلو الولاد نسرقت في لطن بهذا البلد هيدنا كبروا كتير كارين بهالسنتين كتير أنا فيها أحكي عشر ساعات كبروا كتير هلما وضوع ما تفكر أنه أنا إذا شفت بنتي عم تعمل فيديو بيحزن أو بيدل أنه هي أكبر من عمرة أنا بمبسط لا بالعكس بمبسط فيها لأنه شخصيتها حلوة وبمبسط فيها لأنها واعية ولأنه عندها سئة بحالة وعم تعرف شو عم بتقول وعم تعرف الصحة من الغلط بس بيزعل أنه أنا كان بدي بعد تستفيد من طفولتها هلأ يعني هلأ يعني رح توصل على سن المراهقة يمكن مش بعت من طفولتها وأنا مش بعت من طفلي كان هي أو حتى يوان خيه الله يخليليك هني فكرت تهاجر أخ إليك بفكر إيه بس مش كرمالة كرمال ولادة كلنا هيك يعني هيدا الموضوع بس أحكي فيه بحيث أنه رح أبكع شوائي لأنه كلنا منفكر كرمال ولادنا أنت ما فكرت كرمال ولادي كتير أنا ما بعرف إذا عم بعمل جريمة إني باقي هون أنا هيك بقول نفس التعبير ما بعرف مين مسالك الأعلى بالحياة بالدراما بالفن وبالإعلام أوه لكن بالحياة بشكل عام أنا عندي مادر تريزا يعني هي هي إذا بدك الإيدال وهي هي هيك يعني بس أنا بس كون شي كتير مزعلني بقول لها خلاص أنت دبري أنت استفلي بالفن وبالإعلام هو جون أسيس طيب راح نعطيك أسماء خمس شخصيات وبتقليلي أوكي هتلا نفكر من أول أسم جون أسيس إليلي شو البور وشو الكونتر يعني بدي كونتر كمان أوكي يال شو البور وشو الكونتر بجون أسيس البور طيبة قلبه ومحبته لكل ناس الكونتر عصبيته أوكي عصبيته يوسف حدد كيف تلقى كيف كفشته يوسف حدد صديق بحبه كتير يعني يوسف وطيب يوسف يوسف وفي يوسف وفي الكونتر مع يوسف أنه يوقف لي شوية حكي سياسي ما هيك وأنا هيك كمي بقله نجوة كرم نجوة كرم بحبه كتير متواضعة بشكل رائع أنا ما بعرفها شخصي أنا طلبت منها كرمي برنامجة أحلى الأيام هيك صغير عن الراحل عصام بغيب كانت كتير متعاونة الكونتر بي نجوة كرم أنا بالنسبة حبيت أغنيتها قبل أكتر من أغنيتها أوكي أعلين لحود أعلين ما بعرفها شخصي مش أنك ما بقدر يحكي الكونتر يمكن الكونتر أنه ما ما سوقت حالة كتير مح بس هي حدا بقدر ينجح كتير ساميرا بارودي ست ساميرا يعني ست ساميرا اسم وصوت كونتر ما بعرفها ما بقدر أحكي كتير عن ناس يعني ما فيك تحكي عن حدا كونتر إذا ما بتعرفي كتير مني مهنيا أنا قصدي مهنيا كي لازم تتابع بالتأكسيل طبعا وصلنا لآخر فقرة لمين بتقولي مع السلامة هالمرة بديك تسمي باتريسيا بديك قوي قلبك هيك خد نفس وسميلي لمين بتقولي مع السلامة إن كان ممثل أو ممثلة فنان أو فنانة إعلام أو إعلامية لكن ما فينا نوصل لكلمة إعلام أو إعلامية نقلل مع السلامة لأنه بيكونوا ما بيستحقوا هيدا الكلمة صحب مش أنا اللي رح قللل مع السلامة أقوى الجواب صح يعني هيدا الكلمة أنا ما بقبل تنقال عني فأنا جد بدنا كتير لنوصل ونكون عندك عقدة الإعلام والإعلامية بيبقى مش أنتاج حكي ثلاث كلمات على رادي يا حبيبي شو عامل شغل طبع ما روء علي يعني أنا حتى حدا يقدر يسمى حدا إعلامي بده يكون ضليع بمواضيع ما بتخطر على البال يعني مزبوط يعني أنا بالنسبة لقالك معدودين على الصابع الإيد الوحدة الإعلامية بصراح فنان أو فنانة فنان أو فنانة كل حدا عم يعمل أغنيات مبتزلة يعني ما بعرف ما بدي أسميلك بس كل حدا أنه هول اللي طلعوا مؤخرا أو هول اللي ما بعرف بيطلعوا ما بعرف شو بيغنوا ما بعرف شو بيلبسوا ما بعرف شو بيعملوا على الشاشات يعني إن كان شباب أو بنات ممثلة أو ممثلة ممثلة أو ممثلة نفس هول اللي بيطلعوا بيغنوا في منهم عم بمثلوا يعني ويريت ما بمثلوا بتحس في معافية بالتمثيل طبعا كلكات طبعا طبعا أنت ما بتحس هيدا الشيء أنت ما بتحس هذا الشيء طبعا كل حدا عنده الجماعة باتريسا وصلنا لختم الحلقة وحلقتنا كانت لطيفة على قدمة أنت لطيفة حبيب وحلقتنا كانت مهزبة على قدمة أنت مهزبة حمد حلقتنا كانت بنت بيت على قدمة أنت بنت بيت شكرا كريم شكرا كتير باتريسا لوجودك وتحياتنا الكبيرة لوالديك عن جد الله يطول بأمره شكرا لك مشاهدينا لهنا وصلنا لختم حلقتنا أكيد ملتقنا بيتجدد الأسلوع المقبل دايما عبر صوت بيروت انترناشوني صفحة بيروت ستة إلى اللقاء اشتركوا في القناة